حيلة مضمونة ومجربة تجعلك تحافظ على أطمئنانك إلى أن تستلم دعوتك كيف يترى؟ الحيلة هذه سميتها التفريق بين الهدف السامي والهدف الأقل سمو أنت عندك الآن هدف سامي تسعى إليك ولكن أغلب تركيزك منصب على الهدف الأقل سمو وهو سبب خوفك من عدم استلامه وعدم أطمئنانك أثناء رحلة استلام الدعوة كيف ذلك؟ نفترض أن هدفك السامي الآن أن تتوظف في مكان مرمو ولكن بدل ما تركز على الهدف السامي هذا وتحقيقه بمختلف السبل والوسائل أنت تركز الآن على هدف أقل سمو وهو أنك تتوظف في شركة محددة وتركيزك بالهدف الأقل سمو دائما ينتج عنها التفكير الشحيح أو بمعنى الخوض الذي يشعرك بأن إن لم تحصل على الوظيفة في هذا المكان فأنت بذلك تعتقد اعتقادا خاطئا بأنك فشلت في تحقيق هدفك السامي وهذه الفكرة غير صحيحة سأقول لك لماذا؟ لأن هذه الفكرة مخالفة تماما للقانون الإلهي الذي يقول إن هذا لرزقنا ما له من الفاتح وهذا يعني بأن هدفك الأقل سمو إذا لم يتحقق هذا لا يعني بأن هدفك السامي لن يتحقق لأن هناك فرص كثيرة ووظائف كثيرة ومؤسسات كثيرة توفر نفس نوعية العمل الذي أنت تبحث عنه ولكن نظرتك كانت نظرة شحيحة وهي بسبب الشيطان الذي يعدكم الفقر والحيلة الأقوى على الإطلاق هو استحضارك وتذكرك لهذه الآية ولهذا القانون الإلهي أثناء تحقيقك لأهدافك فستشعر بالإطمئنان تلقائيا لأنك تعلم بأن هدفك الأقل سمو إذا لم يتحقق سيتحقق في مكان آخر بالتأكيد وهذا يعني بأن هدفك السامي قائم طوال الوقت لأنك تعلم أن هذا لرزقنا ما له من نفات ترجمة نانسي قنقر